على ارتفاع ثلاثين متراً يتربع رجال على قمة جذع شجرة ضخم متحدين الفراغة في طقوس روحانية تقليدية تعود إلى أكثر من ألفين سنة يسعى شعب توتناك في المكسيك إلى تحديثها من خلال عقود تأمين خصوصاً لجذب المتطوعين ويرمز المحلقون الأربع هؤلاء إلى الجهات الأربع الأصلية وهم يسعون من خلال التقوص المحفوفة بالخطر إلى تحفيز خصوبة الأرض ويتواصل هذا التقليد وقد أدرج العام 2009 على قائمة التراث العالمي للبشرية التي تعدها اليونسكو وفي العام 2009 منحتهم الحكومة المحلية تأميناً على الحياة وشملتهم بالضمان الاجتماعي في حال تسجيل حوادث عندما يسافرون عبر المكسيك وإلى الخارج ترجمة نانسي قنقر